وفقا لنتيجة تحليل البيانات الضخمة التي تم قياسها بواسطة المعهد الكوري لأبحث سمعة الشركات من 9 ديسمبر 2021 إلى 9 يناير 2022 احتلت بلاكبينك المرتبة الأولى وتلتها في المرتبة الثانية AVE وفي المرتبة الثالثة AESBA مؤشر سمعة العلامات التجارية هو مؤشر تم إنشائه من خلال تحليل البيانات الضخمة للعلامات التجارية حول عادة المستهلكين عبر الإنترنت والتي لها تأثير كبير على استهلاك العلامات التجارية يمكن لمؤشر سمعة العلامات التجارية لمجموعات الفتيات أن يقيس ردود الفعل السلبية والإيجابية واهتمام وسائل الإعلام واهتمام المستهلك لقياس نشاط تلك المجموعة كانت أفضل عشر مجموعات فتيات في تصنيف شهر يناير لفئة جرل جروب بالترتيب بلاكبينك AVE, A, Spot, YS, Red Velvet, Oh My Girl, The Girl Regeneration وأي بلينك ومامامو في إخبار أخرى وفقا لتقرير وكالة واجيف التاسع من يناير تجاوز الفيديو الموسيقي لليسا الخاص بعدوة ليسا 400 مليون مشاهدة على اليوتيوب الساعة الثالثة و46 دقيقة مساء بعد 121 يوما من إطلاقه في العاشر من سبتمبر 2021 حقق لليسا MV رقم قياسي جديدا ليصبح أول فيديو موسيقي لفنانة كيبوب منفردة يحقق هذا العدد من المشاهدات في أقصر وقت ممكن كان أقصر سجل سابق في 395 يوما والذي حققته جاني بسولو MV لذلك تقدمت لليسا على سولو بمقدار 274 يوما فحقيقة أن هناك عازفتين منفردتين فقط في عالم الكيبوب يحققون هذا الإنجاز يمكنك بسهولة تعرف على التأثير العالمي والقوي لكل عدوة من أعداء بلاكبينك لليسا هي أغنية من نوع الهوب هوب سجل الفيديو 73.6 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من ما ساعد ليسا في الحصول على لقب أفضل فنانة منفردة في العالم وبعد ذلك تجاوز 100 مليون مشاهدة في يومين فقط لتستمر لليسا للوصول إلى 200 مليون مشاهدة في حوالي 13 يوما ثم الوصول إلى 300 مليون مشاهدة في 48 يوما فقط لتصبح أول فنانة منفردة في الكيبوب بتحقق هذه الأرقام القياسية إلى جانب ذلك تصدرت يوتيوب توب 100 العالمي لمدة أسبوعين متتالية لقد حطمت بلاكبينك معظم السجلات الأولى والأقصر كما سيطر على التصنيف الأعلى في العديد من المخططات الموسيقية الرئيسية في كل مرة تصدر فيها أي عمل موسيقى الجديد سواء كان فردي أو جماعي حقق القناة بلاكبينك الرسمية 32 مليون مشاهدة على اليوتيوب وتضم قناة الرسمية حاليا 71.2 مليون مشترك وتحتل المرتبة الأولى بين الفنانين الكوريون من الزكور والإناس في جميع أنحاء العالم في إخبار أخرى أعداء بيتيس وخاصة في لديهم دائما صداقات تفاجئ المعجبين ومنذ فترة طويلة تم منح العدو في لقب الملك الدبلوماسي للمجموعة حصل على هذا اللقب لعلاقاته مع العديد من النجوم ومؤخرا أصبحت الصداقة السرية التي تم الكشف عنها بين في وأيض الرجل تحاول إلى ممثل موضوعا ساخنا في كوريا إنها الممثل سيوان عدو زيا الذي تم الإشادة بأدائه في دراما ران اون التقت سيوان مؤخرا جلسة تصوير لعدد يناير لمجلة آل وشارك في مقابلة قصيرة للمجلة العديد من الأشياء حول حياته قال سيوان التالي أخي الشخص تابعته على الانستجرام كانت تايون لقد بدأ مؤخرا في استخدام الانستجرام لذلك تابعته وبعد تلك المقابلة اشتعلت منتدايات كوريا بسؤال كيف هم قريبين جدا من بعضهم البعض على أي حال كلاهما وسيم حقا توقع العديد من المعجبين أن في ربما تعرف على سيوان من خلال صديقها المقرب هيون سيك نظرا لأن الاسنان كلاهما عدون في زيا وبذلك يتوقع الكثير من الجماهير أن يعود في إلى صناعة السينما قريبا بعد فترة توقف طويلة مع مثل هؤلاء الأصدقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة وشكرا لك إلى اللقاء اشتركوا في القناة